من منزل مها ابو عوف عاد الامام وشريهان بياخدوا واجب العزاء بحضور بعض نجوم الفن وعرض لاخر مكلمة حصلت ما بينها وبين عاد الامام حكاها بالتفصيل وكمان رد الهام شاهين على صلاتها بشعرها زي ما حضراتكم شايفين ردت قالت ايه وصيتها اللي اعلنتها شريهان زوجت طبعا شريهان المفروض ان هي اخت عمر خرشد اللي كان زوج مها ابو عوف تفاصيل كتيرة جدا والعزاء ومين اللي حضر كل التفاصيل بعد من صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ على طول بالدعاء ليها بالرحمة وبالمغفرة بالامس كانت وفاة مها ابو عوف اللي كانت صدمة للجميع وفاتها عن عمري 65 عام بعد صراع مع سرطان الرئة وكمان جالها التهاب رئة وحاد وللأسف تضح انها كانت مدخنة بشراها كبيرة جدا جدا وما كانتش قادرة حتى تبطل التدخين في الفترة اللي كانت مريضة فيها بالسرطان عادي الامام حكي عن اخر مكالمة بينه وبينها وكان من اوائل الحضور في العزاء كان موجود النهاردة في العزاء من منزلها وبتتلقى واجب العزاء هي شريهان اخت عمر خرشد اللي المفروض كان زوج الفنانة مها ابو عوف مع ابو عوف وعمر خرشد كانوا متجاوزين وحدث الحادث الشهير وتوفى وكان معاها كل تفاصيل وفاته لما قالت انها شافت دبح في رقابته بيعني كام سنتي كده معين سبعة سنتي وقالت ان الحادث واضح ان هو كان مدبر من سيارة تانية وحتى اصحاب السيارة اللي عملوا فيه الحادث نزلوا اطمنوا شافوه اتوفى ولا لأ وقاسوا النبض بتاعه تفاصيل كتيرة جدا في حادث عمر خرشد مش عايزين نخوط فيها ولكن مها احمد اعلنت شريهان انها كانت بتكتب مذكراتها وانها حكية كل تفاصيل وفاة عمر خرشد وما قبل ذلك من وقت سعاد حسني سعاد حسني اللي كانت صديقة مقربة جدا من عمر خرشد شريهان حضرت النهاردة العزاء وكانت في حالة من الانهيار الهام شاهين وليل علوي ومجد زكي وايضا اللي كان حضورها مميز الفنانة ميرفت امين اللي كانت طليقة عمر خرشد وكانت في فترة من الفرطرات ضرت الفنانة مها ابو عوف عادي الامام قال انا كنت بتصل عليها من اربع ايام وحدث ما بيننا حوار مطول وما كانتش قالتلي انها تعبانة ولا اي حاجة لدرجة اننا اتفاجئت جدا جدا انها توفت وعادي الامام كمان من الناس المدخنة بشاراها كبيرة جدا لدرجة انه هو كان في العزاء النهاردة وكمان بيدخن لانه طول الوقت عادي الامام بيدخن برغم كبر سنه وصيتها اللي تم الاعلان عنها وهي التبرع بجزء من اموالها لدار الايتام اللي هي كانت فتحاها وابترعاها وقالت كمان ان ابنها هو اللي يكون وصي على هذه الدار ايضا بجانب البزنس الخاص به وشغله وكان محددة مبلغ كبير جدا عارفين انها ورسة من عمر خرشد مبلغ كبير كمان شفنا اسعاد يونس ويه بعض الفنانات اللي حضروا النهاردة العزاء من منزلها انهيار تام لاخوتها وايضا الفنانة دنيا سامير غانم اللي حضرت في الجنازة ورجعت تاني النهاردة حضرت العزاء ربنا ارحمها مها ابو عوف بالمناسبة هي اسمها مها احمد شافي ابو عوف رحمة الله عليها توفت عن عمر 65 سنة بعد اصرها مع السرطان الرئة وايضا جالها التهاب رئة ويحاد ان شاء الله ربنا يبارك لها بقى ربنا يبارك في عمر ابنها اللي في حالة من الانهيار التام بشكركم السلام عليكم اشتركوا في القناة